وفق رئيس الوزراء محمد شيع السوداني على أحفاء حيدر حنون من رئاسة هيئة النزاهة بناء على طلبه وتقول مصادر مطلعة أن وفقة السوداني تمت خلال جلسة التصويت في اجتماع مجلس الوزراء وتسمية حنون مستشارا بوزارة العدل ويأتي ذلك بعد صدور مذكرة قبض ثانية بحق رئيس هيئة النزاهة الاتحادية بالوكالة بعد تأكيد تطابق صوته مع تسريبات تتعلق بتقاضيه رشوة وذلك وفقا لما ذكره مصدر مطلحينها وكانت تصريحات حنون خلال مؤتمر صحفي في أربيل التي انتقد فيها القاضي ضياء جعفر قد أثرت جدلا واسعا في الأوساط السياسية حيث اعتبرت تحديا لجهود مكافحة الفساد